موجز إخباري من التلفزيون الجزائري أهلا بكم بداية وفي طار متابعته الدقيقة والمستمرة لأوضاع جاليتنا في السودان وفور تدهور الأوضاع الأمنية المؤسفة في هذا البلد الشقيق أعطى رئيس والجمهورية أمرا بإجلاء أعضاء جاليتنا الراغبين في العودة في ظروف جيدة حرصا منهم أو حرصا منه على أمنهم وسلامتهم كما أمر السيد الرئيس بأن تشمل عملية الإجلاء والمساعدة كل رعاية الدول الشقيقة والصديقة الراغبة في ذلك في مقدمتهم أشقاؤنا الفلسطينيون المقيمون في السودان حيث مست العملية 13 فلسطينيا و22 مواطنا سوريا وبمطار الجزائر الدولي وصلت مساء أمس الطائرة التابعة للقوات الجوية الجزائرية تقل أفراد الجالية الوطنية المقيمين بالسودان وكذا تقموا صفارة الجزائر بالخرطوم في عملية الإجلاء الأولى التي شملت 94 من أفراد جاليتنا الذين شادوا بدور رئيس الجمهورية وحرصه على تأمين عودتهم السريعة إلى ذويهم المتابعة مع أحمد خير الدين ها هي الطائرة التابعة لقواتنا الجوية تحط على أرضية مطار هورب مدينة الدولي وعلى متنها 94 من أبناء الجالية الجزائرية المقيمين بالسودان وطاقم الصفارة بالخرطوم تم إجلاؤهم تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية ثاني دولة التي أجلت جاليتها من السودان وهذا بفضل جهود ومثابرة السفارتنا في السودان والتي قامت بدور كبير ودور بطولي والشكر لهم حتى وصلونا هنا للبلد ولأن القول دائما مقرون بالفعل كانت الجزائر من بين الدول السباقة في إجلاء مواطنيها المقيمين بالسودان وذلك حرصا على سلامتهم وأمنهم بالإضافة إلى عدد من مواطني الدول الصديقة والشقيقة كما عيدنا سيد رئيس الجمهورية يحرص كل الحرص بتكفل بمواطنه حيثما كانوا وحيثما وجدوا كان من طبيعي أن يتدخل فورا ودائما نحن كنا من الأوائل الذين نقوم بإجلاء رعايا الحمد لله مهما كانت الصعوبات هناك اليوم الحمد للهما لحقوا سالمين لحقوا ربما كان فيها عناءة على السفر من خرطوم إلى بور سودان إلى جدة إلى هنا لساعات عديدة إنما الحمد لله لحقوا وذويهم ينتظروا فيهم أكمشتوا السعادة يعني تغمرهم ربما كانوا في ظروف صعبة كانوا يكون كل شيء ممكن الحمد لله قمنا بعمل اليوم رحهم لحقوا رحهم متواجدين لهنا مهما كانت صعوبات نقولوا الحمد لله وهذا ما آلفناه لدى سيد رئيس الجمهورية عملية الإجلاء هذه تعكس مدى حرس السلطات العليا في البلاد على سلامة المواطنين أينما كانوا وتوثق أيضا عرى الصداقة والأخوة بين الجزائر والدول الصديقة والشقيقة في التعاون وفي إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى جمهورية مالي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية استقبل اليوم وزير واشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف من قبل رئيس المجلس التشريعي الانتقالي العقيد مالك دياو المحادثات تمحورت حول العلاقات الثنائية وفاق تعزيزها لا سيما في المجال البرلماني عبر تنصيب مجموعة الصداقة البرلمانية وتكثيف تبادلات والزيارات بين المؤسستين التشريعيتين على مختلف المستويات للمساهمة كرافد هام في استكشاف وتحقيق الآفاق الواعدة للعلاقات الجزائرية المالكة كما تبحت عطاف مع نظيره المالي عبد ولاي ديوب لتتوسع بعدها المحادثات لتشمل وفدي البلدين حيث تنولت سبول تعزيز علاقات التعاون الثنائية إلى جانب آفاق تجاوز العقبات التي تعترض حاليا جهود استكمال مصاري السلم والمصالحة في مالي وبالمناسبة جدد عطاف تضامن الجزائر ودعمها المتواصل لجمهورية مالي في سبيل تحقيق أولويات المرحلة الانتقالية وتشسيد الاستحقاقات الوطنية التي من شانها أن تفضي إلى عودة البلاد إلى الوضع الدستوريك وفي إطار الزيارة التي قادته إلى الجمهورية الإسلامية الموريطانية بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية واستقبل أمس وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف من قبل الرئيس الموريطاني سيد محمد ولد الشيخ الغزواني وبالمناسبة سلم أحمد عطاف للرئيس الموريطاني رسالة خطية من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون ونقل إليه تحياته الحرة وعزمه على مواصلة العمل معا لتجسيد طموحها المشترك أو طموحهم المشترك في الرقي بعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين إلى أعلى المراتب المتاحة في التعاون دايما استقبل اليوم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب وزير النفط والثروة المعدنية السوري فراس حسن قدور الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام الطرفان بحث سبول تعزيز التعاون بين البلدين في مجالة الغاز والمناجم والمنتجات النفطية بالإضافة إلى نقل وتوزيع الكهرباء في سياق الجهود المتواصلة المبدولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من التاسع عشر إلى الخامس والعشرين أفريل الحالي العديد من العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقضى والاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة في كامل الترابي الوطني في إطار عمليات مكافحة الإرهاب وقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي عنصر دعم للجماعات الإرهابية ببسكرا وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحتيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية عشرين تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال أربعة قناطير من الكيفي المعالج عبر الحدود مع المغرب فيما تم ضبط خمسة ألاف ومائتين وستة واربعين قرصا مهلوسا وبكل من تمنراست وبرجبجي مختار وإنجزام واتندوف أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي مائتا وتسعة وعشرين شخصا وضبطت سبعة عشر مركبة وخمسة وثلاثين مولدا كهربائيا وخمسة أجهزة كشف عن المعادن بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهاب في حين تم توقيف تسعة أشخاص تسعة أشخاص آخرين وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وبندقيتين صيد واربعة فاصلة خمسة قناة قنطار من مادة التبخ وكميات كبيرة من المواد الغذائية المواجهة للتهريب والمضاربة تقدر بتسعة وتمانين طن وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني كما أحبط حرس الحدود بتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر خم بخمسة عشر ألفا وثمانمائة وتسعة وتسعين لترا بكل منين جزام والوادي وتبسة والطارف وسجهراص من جهة أخرى أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا مائة وتسعة وثمانين شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع فيما تم توقيف مائتين وثلاثة مهاجرين بطرق غير بطريقة غير شرعية من جنسية مختلفة عبر التراب الوطنية في الذاكرة التاريخية وإحيان للذكرى الخامسة والستين لتأسيس الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني كرمت اليوم جمعية مشعل الشهيد وجريدة المجاهد في منتدى الذاكرة الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني ممثلة في عضوها الفنان المجاهد ذي إبراهيم وذلك بحضور أساتذة وباحثين في مجال الفن والثقافة في الرياضة يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم للنشئين أقل من سبعة عشر عاما تدريباته ضمن معسكره لأعددي لكاسيوم من أفريقيا المقررة بالجزائر وسطر الطاقم الفني بقيادة المدرب رسقي رمان برنامجا مكثفا بداية من أمس لإنهاء التحضيرات بطريقة مثالية قبل انطلاق الحدث القري هذا وكذا الموقع الرسمي للفافن لعبي الخضر سيكونون على موعد مع منطقة مختلطة مع وسائل الإعلام مساء اليوم كما سيعقد المدرب الوطني ندوة صحفية صباح يوم الجمعة المقبل فيما ستكون التدريبات المسائية مفتوحة أمام الصحافة بهذا نصل إلى ختام الموجز السلام عليكم